الخبر ذاته يتكرر والنتيجة لم تتبدل فموت العراقيين كالفصول الأربعة أو ربما الأيام التي تسجل إزهاق الأرواح للكبار للصغار للنساء للأطفال للشجر والماء للنفط والكهرباء والخبر توثقه المنظمات العالمية في حسابات الأرقام وفي الحسابات الجديدة تزهق أرواح 519 طفلا في العراق جراء مخلفات الحرب خلال خمس سنوات إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة يأتي كصائقة على مسامع العراقيين والعالم لكن الكارثة الأكبر أن بلاد الرافدين مكتظة بالأسلحة المتفجرة ومخلفات الحروب في مناطق مأهولة بالسكان المنظمة تحث دوما على أن تسرع جميع الأطراف في العراق على تسريع الجهود لإزالة الألغام الحالية ودعم الأطفال في بيئة آمنة وسليمة يوافق هذا الحديث الرابع من نيسان اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام يتكرر الخبر كل عام والأزالة المدن العراقية تعاني وأهلها من خطر الموت أو الإعاقة أمام رسالة عراقية عاجل عنوانها نريد الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر